قبل فصل وتركب هنتكلم على محمد مجدي أفشا بس قبل ما نوصل لمحمد مجدي أفشا وليه تقلق في الشوت الثاني وليه غير شكل أداء النادي الأهلي في الشوت الثاني وفروض نعرف الأول ليه أصلا شكل أداء النادي الأهلي في الشوت الأول ما كانش جايد ليه ما كانش جايد؟ النادي الأهلي فوج شوت الأولاني بقوة الضغط الرهيبة الضغط العالي اللي بيقدمه سياطر مختلف تماما عن مباراة أوكلاند خنأ النادي الأهلي بشكل كبير جدا فالنادي الأهلي كان بيضطر أسفا أنه هو يلعب الكور العالية أو النادي الأهلي لما كان بيقدر يطلع بالكورة كانت تشوف الكور العرضية تلاقي فيه فقر في العدد الهجومي للنادي الأهلي وده اللي احنا ما تعودناش عليه كل ده بسبب الضغط تعال نشوف بالحالات الكريم النادي الأهلي من أول المباراة خالص كورة هنا مع محمد شناي وعاوز أقولك على اللعيب رقم عشرة لوردينو هو واحد من أهم اللعيب النهاردة في نادي السياتل على طول ماسك أليو ديانج كلنا عارفين النادي الأهلي لما بيجي يلعب بيطير عمر السلاية وبيطير حمد فتحي هو اللي بينزل السلم الكورة ويعمل البلد اوب من تحت هو أليو ديانج فعلى طول مدرب نادي السياتل خلى فيه واحد سابت على طول مع أليو ديانج ما يسيبوش والاثنين الأجنيحة التانين يتبدلوا أدوار الرقابة للباكات وللاثنين سنتر باك بتوع النادي الأهلي هنا نشوف الكرة دي الأولانية هنا محمد الشناوي في أول مبارا خلص في ديان 16 بيحاول يلعب كرة بص يا كريم هنا الوينج ليفت مع محمد عبد المنعم وهنا نفس الكلام برضو أليو دانج لوردينو معاه ونفس الكلام برضو اللعيب الوينج رايت هنا بيحاول يضغط على محمود متولي لو الكرة ما تلعبتش محمود متولي هيرد على طول مع علي معلوم نكمل بالكرة أول مبارا بتتلاعب من بص اللعيب هنا الوينج هو هيدغط على الباك أو هيدغط على واحد من سنتر باك فدائماً دي كان الطريقة بلعب بيها التلاتة كانوا تضغطوا على نادي الأهلي نكمل الصورة اللي بعدها أسرع شوية عشان كرة طبعاً بتبقى عالية ولكن بتطلع أوت لي النادي الأهلي نشوف برضو الصورة اللي بعدها برضو نشوف الحالة اللي بعدها هنا برضو يا كريم دي نادي الأهلي هنا كان ضربة مرمى نادي الأهلي عاوز يبتدي الهجمة من تحت بس اللقطة دي جاءت أسرع نكمل الصورة الفريم اللي بعده أوضح لك الضغط اللي كان بيمرسه هنا كريم هنا كرة مع محمد الشناوي الوينج ليفت بتاع نادي سياتل واقف مع محمد هاني المهاجم واقف مع محمود متولي لوردانو زي ما هو برضو واقف مع آلو يدينج عشان يخنقه ولعيب الوينج التاني لو هتتلاقي بالمحمد عبد المنع ما يضغط عليه وفي نص الملعب عمر السولية مع الباكرايد بتاع نادي سياتل كم يضغط ضغط بي نكمل الكرة فمحمد شناوي هيحاول يلعب الكرة في نص الملعب هنا لعمر السولية بص الضغط يا كريم واحد اتنين تلاتة في نص الملعب ضغط رهيب على عمر السولية نكمل الصورة والكرة بتوصل لعيبة سياتل بتتقطع على طوله بتحول هجمة الكرة دي اللي جات جنب العرضة اللي هي نط قدام التمنتاشر واللعيب شاطها وجات جنب العرضة بسبب الضغط العالي جدا من نادي سياتل الحالة كمان بس أخيرة هوريها لك الحالة اللي بعدها اه دارها بقولك يعني انه هو خد الكرة وكان عنده كذا option هو يروح وفعلا ده اللي حصل انه هما ضياء الكرة نشوف بقى الحالة اللي بعدها هنا برضو يا كريم النادي اللي بيحاول يطلع بالكرة من تحت أليو ديانج حمدي فتحي وده بيرسيتاو بص هنا الضغط الكرة كانت مع سياتل نادي اللي قطع الكرة أليو ديانج بيحاول يلعب الباص نكمل الفريم اللي بعده أول ما أليو ديانج بيلعب باص حمدي فتحي لقى قدامه واحد فوت الكرة عشان تروح لبيرسيتاو بص الضغط الرهيب من نادي سياتل نكمل بالكرة بيرسيتاو بيتضغط عليه شوف يا كريم كل لعيب معه لعيب في مساحة دايقة جدا شرصة مش طبيعية في ضغط السياتل نكمل الصورة اللي بعدها عشان يقطع الكرة من بيرسيتاو الفريم اللي بعده بتروح أجمة خطيرة جدا على النادي الأهلي وكان فيها كرة عرضية نكمل الصورة اللي بعدها او الراجل بيروح او بيعمل الأوفر بس هي دي يا كريم أقولك الضغط العالي اللي كان بيمرسه النهاردة سياتل خلق النادي الأهلي بشكل كبير جدا وده اللي تغير بنزول محمد مجدي أفشا عشان بروفايل مختلف أنا مش عاوز ألعب بريت من أنا أتحاول بسرعة لأ أنا دوقتي في الوقت اللي الرتم البدني ويعفيه بتاع سياتل عاوز حد يطلع للكورة صح ويطلع للكورة بكواليتي معين عشان أقدر روح للجول